اهلا بكم متابعي فضائية الايام في اليوم الثاني من ايام المونديال واذا كانت تمت عنوان نختزله لليوم الثاني فهو ان الكرة الاسيوية تفصح عن نفسها فبعد تعرض المستضيف لخسارة يوم امن المنتخب الايراني يتعرض لخسارة مدوية من انجلترا بسداسية لهدفين هولندا السنغال تكافؤ في الاداء والتأريخ يفرض نفسه امريكا تتقدم حتى هذه اللحظة على ويلز بهدف للا شيء اهلا بكم مجددا اجدد ترحابي بكم كانت تلك ابرز ما حدث في مباراة الافتتاح الهزيمة القطرية لنقول انها غير متوقعة بعد الاعداد الكبير ولا شيء ما هو ان منتخب الاكوادور ربما يكون هو الحلقة التي كان يتخيلها القطريون هي الاضعف كرة اسيا هذه هي الحقيقة نأمل او نتمنى المنتخب السعودي غدا قد يحقق شيء يختلف وننتظر ايضا شيئا افضل من منتخبي من شرق القارة من كوريا جنوبية ومن اليابان ما حدث اليوم للمنتخب الايراني يعني بتقدير الشخصي على اقل التقديرات هو صعقة غير متوقعة نعم التفوق الانجليزي تفوق التأريخ تفوق الكرة الاوروبية كان بالامكان ان تخسر ايران ولكن ليس بسداسية كما جرى ربما ربما يعني حتى بعض المحلليين تابعت او طلعت هناك من يقول ان السبب خروج الحارس ولكن الى حدود بعيدة كان الاداء باهتا لم يرقه وان سجل الايرانيون هدفين لم يرقه الى حجم التصورات افضل المتشائمين لم يتخيل ان انجلترا ستتفوق بستة اهداف لهدفين ومع ذلك ربما المباراة الاخرى في نفس المجموعة جارية الان يتقدم المنتخب الامريكي بهدف حد اللحظة باداء متوازن قد تعصف هذه المجموعة وقد يحتاج المنتخب الايراني الى نتائج الاخرين كي يتأهل الى الدور الثاني السداسية هذه اليوم هي اكبر هزيمة يتعرض لها تتعرض لها الكرة الايرانية في ستة مشاركات سابقة فاصل قصير ونعاود تحليل هذه المباراة رحبوا معي متابعية الاكارم بمحلل ايام المونديال خلال مرحلة المجموعات المحلل الكرة والعراقية الاستاذ خلف حسن كريم اهلا بك زميلي نحيك الله اخ حسين علي حسين الاعلام الرائع اشكرك وان شاء الله نقدم مادة جيدة للمشاهد والمستمع فالتحياتي اليك ويلى كل العاملين في هذه القناة اشكرك خلينا انا تابعت مع المشاهدين ما جرى في مباراة الافتتاح نطوي هذه الصفحة ونبدأ بصفحة خسارة اسيوية جديدة هل كنت يعني هل احد يتوقع المنتخب ايراني يخسر بسوداسية بالتأكيد لا لانه بالامس ممكننا نتكلم على التوقعات سواء توقعاتنا او توقعات الشارع اليابي في بالدوحة في بلداننا يمكن اكثر المنتشائمين ما يتوقع النتيجة حتى اذا خسر الفريق الايراني امام الفريق الانجليزي ممكن الخسارة فارق الهدف فارق الهدفين لكن ان تصل الفارق يعني يسجل في مرمى الفريق الايراني ستة اهداف مثل ما انت تفضلت يمكن لذلك اللتيجة خلال تاريخ المشاركات بكذا العالم رجعت لثمانية وسبعين وبين الثمانية وسبعين والالفين واثنين وعشرين سنة الفين واثنين وعشرين تاريخ طويل جدا يعني رح نوصل خمسين سنة حوالي هذه النتيجة في ظل وجود كيروش برع المقاطعة هي كانت اول مشاركة مشاركة كاسر عاما اعتقد الهزيمة خمسة واحد من ورندا يعني خلين نقول ثقيلة بس ممثقلها علي بارفين كان علي باروين كابت المنتخب هاي الخسارة اجت وين يعني من انده يقود المنتخب الايراني حاليا كيروش كمدرب ستايلة هو غلق المناطق والمنافذ والخروج باقل الاضرار يعني هو يعني هاي غالق هو اليوم هو اليوم لا لذا ما غالق شنو يعني هو بدأ حقيقة بدأ بيش بدأ بلاعبين اول شيء السامب الدينية قوية يعني لاعبين القصارة اليوم مثلا ترابي ما نعب لعب اللاعبين الاطوال الكبار بحيث هو راد يطلع من الشوط الاول على الاقل متعادل هو وصل لدقيقة 34 لو تسمح لي لو تسمح لي يعني لعب اللاعبين الاطوال يعني كيروش يتخيل ان انجلترا في 66 الهاي شوتس تلعب بالـ 2022 ايضا على القرارات العالية لا لا اعتقد هو الرجل انت شفت الاهداف انا شفتها وانا يمكنها صراحة يمكن بس هجف واحد عالي هو اليوم احنا من نرجع على الاهداف وانا انا معاك مع الاخوة البالـ يمكن تكلمنا هاي التشكيلة هاي التشكيلة هاي التشكيلة هاي التشكيلة تتأخرت عليها لانا عندك هواية الديتيلز يمكن تأخرت بالطرق فخابرتك هواية عندك تفاصيل يعني تفاصيل كثير اجمع فسؤال في عجان فهذه هاي تشكيلة الفريقين يعني الفريق الانجليزي والفريق الفريق اليراني الفريق اليراني ربما تأثر بإصابة يامند حارس المرمى اللي يشترك مع لاعب المتخر قلب الدفاع وبالنتيجة تأخرت المباراة كثيرا الفريق اليراني صامد للدقيقة حوالي 35-36 لا توحي يعني خلف لا توحي وكأنه خروج الحارس لا 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 مو هذا الموضوع بالمناسبة يعني أنا ترى مو أي فريق يشجل اثنين على انجل ترى خلينا نتكلم على الستة اللي دخلت من خالف يعني أنت لأ أنت سألتني سؤال رائع أنه هو نفس الفريق الانجليزي لعب 66 وطريقة إداية لو اليوم الكرة تغيرت كيروش كان يعرف أنه الفريق الانجليزي هو قال قال الفريق الانجليزي في نسخته الحالية قد يكون هو الأفضل منذ عام 1966 بالنتيجة اليوم الكرة الانجليزية من تلعب كرة قدم اتغيرت مفاهيم اللعب الطويل اللي يعتمد على القوة البدنية والمناولات الطويلة ليش؟ لأنه اللي دخلوا للدور الانجليزي مجموعة مدربين منين من إسبانيا من البرتغال من ألمانيا والفرق الخمسة الأوال الآن بالدوري حتى اليطالي كونتي الخمسة الأوال اللي موجودين في قائمة الدوري الانجليزي مدربين يكونوا أجنابي أجانب أضف إلى مورينيو المدرب الشهير غيروا من نمط اللعب بدوين يدورون على اللاعب المهاري الآن اختلطت المهارة بالقوة البدنية وأنا رح يعني تريد تقول إسحاطات الدورية وأساليب المدارس المختلفة أنتجت هذا المنتخب وإحنا اليوم لازم لازم مو فقط نتكلم إحنا مو فقط نتكلم على سوء الفريق الإيراني بس خلنا نتكلم على إمكانية الفريق الإنجليزي اليوم اللي قدم مستوى جدا راقي يعني اليوم أنا مع الأخوة بالكنترول إذا جينا بوابنا الأهداف اللي دخلت في مرمى الفريق الإيراني يمكن الهدف الأول والثاني راح تشوف الأهداف دخلت واحد بالرأس الهدف الأول والثاني أسست عن طريق ميكواير أيضاً وين لعب الكرة نزل الكرة لأنه طويل القامة نزلها إلى رحيم ستيرلينك ولبست الكرة برجلة من أحلى ما يمكن وإجا منعتها الهدف الأول يعني إذا شاهدنا الهدف الأول والثاني راح يشاهدون الجمهور إحنا نبوابينها حتى نسهل مهمة المشاهدة للمن للأخوة المشاهدين حتى نشوف هذا هذا الهدف الأول كرة رئيسية بدون مراقبة يعني هنا لو نوقف الصورة أنا كنت أتمنى أنه الصورة لا شوف الحارس شوف العدد الهائل للقميص الأحمر وشوف هذا الهدف الثاني لا رحين عادة رحين عادة رحين عادة اثنين احنا بالحال هذا الهدف الأول يعني أكو عادة يعني حوالي ست سبع لاعبين من فريق الإيراني لكن ضعف بالمراقبة يعني أنت مو مجرد أنه توقف بالمنطقة وهذه الكرة شوف هذا العملاق اليوم مدامة الوسط نزلها هذه أصبحت كرة سجلت بالرأس وكرة أسست بالرأس هذا الني هدفي أجم في وقت يمكن هو مر حوالي خمسة وثلاثين ستة وثلاثين ست دقيقة هي النتيجة صبر صدر بعد إصارة الحارس طبعا لا والثاني والثالث سريعا واحد دور الثاني إذا أجينا على وين ارتكبوا أخطاء الفريق الإيراني وين كان الضعف بتسجيل الأهداف أو بكثرة تسجيل الأهداف يمكن عندنا تبويب آخر للهدفين الثالث والرابع والثالث والرابع هدفين نسخة طبق الأصل البديل وكاسة اللي يسجل طبعا كاسة سجل هدفين هدفنا الأهداف ما رح نعرضه رح نعرض هذه الأهداف خلي نشوف هذا الهدف الرابع وين خامس ستيرلينغ وين رح يروح شوف ستيرلينغ بين الهجمة خلي نشوف ممتاز جدا وقف هنا شوف حسيني سوا حسيني يعني مجرد أنه يباوع على الكرة يعني ما دافع بطريقة صحيحة يعني اللاعب اللاعب يدحرج بالكرة وحسيني يقول يقول لها تعال أنت روح سجل عليه يعني كان أكو لازم يصير حالة تحدي هذا الهدف الثاني هاريكين بالنفس الطريقة هاريكين وين راح إلى اللاعب البديل أيضا بنفس الحالة شوف حسيني شو اللي يسوا يعني حسيني بنفس الطريقة ما عرف يدافع عن لاعب حامل الكرة هذا بديل هذا بديل لأساسي والله ما عرف هل هو مركزة ولا لا أنت تحدثت عن بودلاء اي تحدثت عن بودلاء يعني هاي الحالة بطال واحد بود واحد روح تحدي للكرة لا تنتظر فزح المجال إلى كله وقال له روح قول غريب هذا اللاعب أنا غريب يعني في كرة القدم ماكو مدافع يلعب كرة خصوصا بالهدف الثاني خيشو بالهدف الثاني لا لا غرابة أكو غرابة في أداء هذا اللاعب شوف هذا هاريكين هاريكين أخذ الكرة بنفس الطريقة أوكي الآن مرى عليه لم يكورة طارمي لاعب بورتو أنا يعني مر علي أنه والدته والدة هذا اللاعب أنه دعت له وانعرض يعني من دون اللاعب الآخرين دعت له أنه يسجيل وأن هذا الهدف هو هدية للشعب الإيراني وما إلى ذلك وكأنه واستجيب الدعاء وكأنه يعني الوحيد هو الوحيد اللي يعني سوق بهذه الطريقة واستجيل الدعاء نسجل هدفين نسجل هدفين وهذا شيء قياسي لأنه أول لاعب آسيا ويسجل هدفين أعتقد يعني نعم في مباراة واحدة في مباراة واحدة فخلي نشوف الأهداف اللي يسجلت هذا واحد من أجمل الأهداف بدون بدون وقف كرة طبعا الأجمل يمكن علي رضا بخش اللي يلعب الكرة راح نشاهدها مرة ثانية هذا الهدف الجزاء هذا الهدف الثاني شوف عيوني ما رفع عينه بعين الحارس ليش لأنه من يرفع رتفعل يعني لا إرادي خلي نشوف هذه المناولة اللي هي من أروع ما يمكن اللي ترو انبتوين وعلى الطا يعني بدون إخماد كرة بالمناسبة نعم شوف ما شاء العينة إلا باللحظة الأخيرة واقفها للصورة شوف أنا أقول لك ليش هاي سؤلفتنا أنا أقبل خليها للصورة خلوها للصورة الحارس عادة وين ينظر على عيونه على عيون اللعب حتى هو شيء إذا الطا نظرة مخالفة يعرف الزاوية اللي راح يلعب به الآن من أروع ما يمكن عينه وين واقفه باتجاوه وأنا قلت لك راح يسجل إن شاء الله هو سجل هو سجل الحمد لله بس خلف أكفت يعني تفصيلة بسيطة على برامج التحليل بشكل عام يعني أنا أشوف أنماط التحليل الكروي تختلف أو قسمتها من عندياتي إلى ثلاثة أنماط نمط هو استقراء ما قبل المباريات وهو الأصعب ورح أخذ منك في آخر أربعة خمسة دقاق عن مباراة يوم بجل إن شاء الله ونمط آخر هو اللي يجري وهو الأسهل اللي نسولف بأنوياك لما حدث أصلا وهو أسهل أنواع التحليل لأننا شاهدنا وتابعنا وواتقنا ويعني سولفنا ويهواينا وهناك نمط ثالث ما يجري بين الشوطين وأنا أعتقد يعني صعوبة التحليل وصعوبة يمكن أصعب لحظات لست مدرب أصعب لحظات تمر على المدرب هي اللي بين الشوطين سواء إذا كان متقدم كيف يحاطط أو إذا خسران كيف يعوض هل ارتقى كيروش إلى هذه أهم فترة من فترات هي بدء المباراة اللحظات الأولى من يطلع المدرب مع الفريق من غرفة الملابس الآن هو دخل للمباراة بشوطها الأول النتيجة ثلاثة لو متعادل لو فايز لو خسران لو قد يكون فايز بس ما يقدم أو يقدم وطلع خسران من راح يغروح الغرفة الملابس بالضبط السينيقال اليوم وعدنا كلام على السينيقال من يروح لغرفة الملابس وهو خسران ثلاثة صر كما حدث في مباراة إيران هذا اللي يرد أوصل ايش راح هناش راح يكلم الفريق راح يمر على الأخطاء لو هي شروط ذهني عند لاعبي المنتخب الإيران أنا أنا بتصوري أكو أكو شروط ذهني بالشوط الأول يعني ادخل للمباراة وخلي في بالك شيء واحد إنه أنا لابس الفانيلة والعلم الإيراني حطها خريب على قلبي هذا الأهم كل الأمور الأخرى تركها جانبة لا تفكر بشيء آخر سواء كان اقتصادي مادي سياسي عائلي هذه تركة اليوم أنت أمام مهمة وطنية أنا باعتقادي إنه ما كان التركيز موجود لدى اللاعبين يعني أنا ما أريد يعني أنتقل ولكن أكو اصطلاح يعني أنا أفخر أنه أنا اجترحته يعني من عندياتي هو القرار السياة الرياضي أو المشهد السياة الرياضي هو هو يعني عملية يعني إقحام أو حكم السياسة على الرياضة أنا شفت كيروش دبلوماسيا في الرد على أحد الصحفين الإنجليز الإنجليز صح يعني عشية المباراة أو قبل أيام شفت كيروش في ذهنية متفتحة وشفت المنتخب الإيراني في بعض لاعبيه يمكن في مباراة سابقة أيضا ما تفعل ويه النشيد الوطني لبلده يعني أعتقد أنه المنتخب الإيراني بحاجة إلى إعادة بناء نفسي أكثر من الفن هو آنج قلت لك قلت لك أنت لمحت أنا لمحت تحدث بشكل أنا لمحت لك إلى مسألة مهمة نعم أنت اليوم تطلب منعدي أنا أركز بالمباراة أنت مدرب نعم وأريد تطلب منعدي أجهز يعني كيروش كان في رده على على الصحفي الإنجليزي أكثر من الإيرانيين نفسهم نعم أسف أقول هذا الكلام نعم بس هاي الحقيقة لأنه من سأله الإنجليزي هما ما نسأل اللاعب نسأل هو كيروش يعني من سأله يقول لي أنت شون تدرب فريق في بلد يعني بلد ماضي الحريات خلي يجي يشوف الشارع الإيراني خلي هذا البريطاني خلي يجي يشوف الشارع الإيراني شونه اللي يبيه على كل حال هذا مو الموضوع بس رد رد كيروش قل لي وأين أين أنت مما تفعله الحكوم الإنجليزي مع المهاجرين المهاجرين للملاجانة إذن إذن أنا مو مشكلة عدي اليوم أنا أدخل للمباراة لا أنت متحدثت أنه الفريق الإيراني أو المنتخب الإيراني يعني عنده شروط ذهني ما بين أنا باعتقاد ما بين الشوطين أنا باعتقاد نعم أنا أعتقد اللي حدث يعني شنو اللي سحبنا إلى هذا تدري شنو اللي سحبنا خلا نعم الستة أي يمكن المنتخب الإيراني لو خسران الـ 2-0 لو خسران الـ 2-1 لو خسران الـ 3-1 النتيجة نورمل ما تقول لي لكن الـ 6 الـ 6 هي اللي خلتنا نفتحها للملفات ما يخالف ما كنا اللي نتحدث بها مو هي أنت من تخسر الـ 6 أكو مسببات يعني تروح تبحث عن الأسباب مضبوط ولا لا نعم من أنت خسران 1-2 ما تدور على الأسباب تقول نتيجة طبيعية خلا نعم إذن واحد من الأسباب أنا أقول الشروط الذهني نعم يعني ما كانت تكون مشكلة نعم أنه أنا أردد النشيد الوطني ولا ما أردده يا أخي هذا النشيد الوطنك تروح تردده وخلاص عموما أنها السهل حالة كل حالة نتمنى يعني أن يعني يتجاوز المنتخب الإيراني يعني صعقة الـ 6 أهداف هذه أزة درس أمريكا وويلز أنا شفت يعني لوماما خنعوه في الفصحة شفت بعض اللقطات من الشوط الأول أعتقد المنتخب الأميركي ومستويات متقاربة وهي قريبا وهي ليست أفضل من المنتخب الإيراني بدليل يعني مو بدليل بتوقع بقراءة ما أعتقد أن ويلز ستسجل مثلا هدفين على إنجلترا لا أنا خلال الشوط الأول شاهد بين إنجلترا أمريكا وويلز الفريق الأمريكي أقوى بكثير من الفريق الويلز ربما الفريق الويلز سوف لن يذهب بعيدا في هذه البطولة وربما خروج مبكر لأن الفريق الأمريكي يقدم مستوى خلال هذا الشوط هذا جانب يعني البطاقة الثانية أمريكا إيران يعني يعني هذه المواجهات من أيام التأهل من أيام الموديال القديم على المشهد العام المشهد السياسي يعني البطاقة الثانية ستنحسر بين إيران وأمريكا هسا إحنا رح نقول البطاقة الأولى وين راح يعني قرأت تفسه يمكن قرأت إحنا نقول دائما الفريق الفريق اللي يكسب أول ثلاث نقاط نعم بالمناسبة يعني حد اللحظة يعني المعد المساعد مساعد المعد زودني بالنتيجة لا تزال بهدف للا شيء يعني خلي نقول للفريق ربما شون اللي راح يصير خلي نقرأ هاني هاي القرأة اللي بعد المباراة أو بعد المباريات أو المادنتي أكو صراع هو راح يكون أمريكي إيراني صراع كروي كروي نعم كروزياد نعم يعني بعقلية سياسية راح تدخل المباراة سياري كما حدث في المباراة الشهيرة حميد ستلي ومهد فيك وخد هدا عزيزي نعم نسجل الهدف الثاني نعم وطلع الأمريكان نعم أنا أقول هو حتى يكسبون المنتخب الأمريكي ويكسبون ويلز حتى يتهلون أوكي لنبرو كسبوا أمريكا وتعادلوا ويلز صارت حدهم أربع نقاط إنجلترا يحتاج إلى فوز واحد آخر صد عدس نقاط تبقى المباراة الأخيرة التي تجري في التوقيت لكن هاللات تتحكم بها طالما أنت داخل وتعرف مشكلة يعني مشكلة إنه المنتخب الإيراني يعني صار في مجموعة إنجلو أمريكية إنجلو أمريكية يعني منتخبان من ولد العام مشكلة يعني إذا احتاج المنتخب الإيراني مثلا إلى جهد الآخرين فهو لن يجد سواء أقدام لائبي مين مية لأنه تدري ليش نعم لو لنفرض إنجلترا راحت راحت وعتسة نقاط بعد ما تحتاج لشي الأخيرة يعني المباراة الأخيرة اشتتتوقع راهي العموم بالفريق الاحتياطي نعم نعم فحصل حصل إذا احتاجت إذا احتاجت أمريكي النقاط راح تسروح لأمريكي تطيع النقاط وإذا راحت ويلس رادت النقاط على حساب إيران ولكن هي أيضا مسؤولية الكرة الإيرانية طبعا التي خسرت بسجدس يعني كان المفروض اليوم المنتخب الإيراني أو كيروش بالتشكيلة اللي تسولفت بها أنت قبل المباراة وجبتها قبل المباراة قلت حسين هذا يدور تعادل مين بي هو كان يدور أن لا كيروش المنتالتي حقليتي أنه أنا ألعب المباراة دون أن يدخل مرماية هذا واللي جي من الله المرتدات هلبي هلبي هو مرتدة كرة ثابتة عدنا طارمي يقدر يسجليني هذا الأمر وبالنتيجة يعني إحنا مريد النال من مدرب إلى التدريبي ولا أنا كنت أتمنى لنا حدود معينة ولكن نتحدث عن واقع حال هذا صحيح عن حدث جرى قبل ساعات هذا صحيح يعني كنا نسولف التشكيلة تغيرت أكو لاعبين طوال قامة أنا تعجبت الشوط الثاني لو أتكلمنا عليه بالشوط الثاني النتيجة تلالى صبر بالشوط الأول النتيجة صارت 6-2 بالشوط الثاني يعني الشوط الثاني ثلاثة اثنين انت خسران ثلاثة اثنين يعني أنت أكو كرة الأزمون يعني ارتقيت بعقلك يعني أنت كنت تحتاج إلى مباراة تجريبية تخسر بها ثلاثة حتى تخسر ثلاثة اثنين يعني أنت أكو فرصة الآزمون السردر اللي طلح الحارس بالعارب بيله بالعارب هذه كان ممكن تقلص نتيجة المباراة ترجع للمباراة أوكي بدل ما أنا أخسر بالفارق أربعة خلي أخسر فارق اثنين خلي أسجل أربعة هدافة أنا أقدر أسجل أربعة هدافة ثلاثة هدافة خلينا طبعا قبل ما يجي الهدف السادس أوكي الهدف السادس يجي بحجمه مرتدة من نصف المرعب لاعبين أكو مشكلة بالفريق الإيراني هو بطء لاعبي وسط الدفاع متوسطي الدفاع مع ذلك خلفاني يعني بفارق الأهداف لا تحسب بالنقاط 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 إذا تفوق المنتخب الإنجليزي بالنسب يعني أنا ما أعرف ويا من المباراة القادمة أعتقد إيران أمريكا يعني أنجلترا ستمضي إلى ويلز وإذا فازت على ويلز فمباراة أمريكا ما تحتاجها بس يحتاج الفريق الإيراني أن يفوز على أمريكا حاجة الفريق الإيراني الفوز على أمريكا هو هذا له نعم هل هو قادر هذا طبعا إذا أنا بقيت إياك إذا الله سهل إن شاء الله إن شاء الله من نوصل إلى إن ورحل إن شاء الله لكل حادث حديث خلف له هسنا يعني هواية قسينا على الدفاع أو على المنظومة الدفاعية أو على الأداء الدفاعي الإيراني يعني هل لك أن تحدثنا يعني أعود إلى قضية أنا مو أي فريق يسجلت نين على إنجلترا صح الخسارة قاسية لك ممكن نعم يعني كيف ترى الهجوم الإيراني شوف المنظومة التي تلعب بالأمام عندي الكرة الإيرانية قادر على التسجيل إذا إجت من الوسط كثير من اللاعبين يندفعون باتجاه الهجوم كلاعبين مساندين أو القادمين من الخلف يعني على الرضا بخش لاعب رائع جدا اليوم مثلا أنا توقعت أنه هذا اللاعب الترابي رقم 16 أنا توقعت أنه المدربي زجبي لأنه ورقة رابحة يمكن زجبي وإن كان متأخر يعني أزمون كنت توقع أنه خسران خلين زجبي هي الإيرانية قادرة على التنسل قادرة وتسجل من أنصاف الفرص وبما يعني بناسبة الحديث عن المهاجمين خلينا يعني نتابع أنا طلبت من الزملاء أن نشوف أجمل عشرة أهداف في المونديال الماضي من وجهة نظر فيفا برغم أنني أتحفظ على رؤية فيفا خلينا نحاول نشوف إن شاء الله إذا موجودة عندنا نشوف الآن الأهداف العشرة الأفضل من وجهة نظر الاتحاد الدولي في المونديال السابق يعني كثير من خيارات الاتحاد الدولي على مستوى اللاعبين على مستوى أفضل لاعب على مستوى يعني الكثير حتى في تصنيف المنتخبات كثيرا ما تكون هناك يعني إجحاف إلى حد ما ولكن أنا يعني لأنه الحديث الآن عن الأهداف وسولفت مع الزملاء قلت لهم خلونا نشوف تهيئوننا يعني أفضل عشرة أهداف نحاول أن نسترجع شيء من البطولات الماضية عسى أن يعني نستذكر أو نفكر بمقبل الأيام المقبلة أن هاي البطولة تصير أجمل من سواها وهي خصوصا أنه هي هاي البطولة يمكن الأخيرة بـ 32 وانتخب هي القادمة 48 48 خلو في مهول العدد ما تشوف يعني صعوبة هو أنا أقول العدد كبير والمباراة كبيرة وأنا باعتقادي إذا كانت بطولة كأس العالم سنة 54 اللي نفاذت بها ألمانيا كان معدل تزييل الأهداف للمباراة الواحدة الأفريج هو خمسة أهداف و 38% من الهدف شوفوا النسبة أنا أقول إذا صارت الـ 48% راح تزيد نسبة الهداف لأنه كثير من الفرق ضعيفة المستوى راح تقابل فرق قوية المستوى وشبع أهداف حتى الإدارة تصعب إذا ممكن نشوف الأهداف العشرة الأفضل من وجهة نظر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في البطولة السابقة أهلا بكم أحبتي مجددا للتذكير فقط بأن المنتخب الأمريكي لا يزال يتقدم على نظيره الويلزي في الشوط الثاني بهدف للا شيء خلفت تابعت شفتك مندك في المتابعة في هدف بقب بالك من مونديال 98 هو الأجمل واحد الظهير الليمين في مربع الأرجنتين طبعا الهداف لو أرد موو بها أخي علي أنا أحيانا أكو أهداف تسجل بمجهود فردي يعني على شكلة ميسي من نص الملعب مارادونا من نص الملعب ويأخذ الدنيا كلها تركض قدام أو مارادونا بيدة بالمناسبة الحديث عن مارادونا بيدة كان هناك فتشد سياسي هاي لمن يقول أن السياسة بعيدة عن الريض احتلت بريطانيا جزر فوك لاند سنة 1982 بال86 إجا مارادونا قال سأنتقم لشهداء الارجنتين في فوك لاندا اليوم في هذه المباراة وسجل هدفيا ليس لهما مثيد واحد بيدة واحد هسل بيدة واحد واحد أخذ الفريق الإنجليزي كله راوغ بك ستة لاعبين نعم أعود إليك هناك نمطين من فأكو هدفي يقول لك هذا المهاجم يأخذ على عادقة يفتعي كل شيء وزيدا كان بهذه الطريقة رونالدو البرازيلي بهذه الطريقة روماريو بهذه الطريقة وحيانا أكو هدف تسجل من كرات ثابتة كثير من الهدف يعني شفنا هدف رودريكز خميس رودريكز خميس خميس كروز الهدف الأولاني أول واحد العاشر أخذه بس الهدف الأجمل بكرات الثابتة مالك كريسيانا رونالدو طبعا بالنسبة الهدف مالكروز واللي مرر ألمانيا للدور الثاني زين وأحيانا يجيك هدف اللي أنا وياك كفنيين نتمتع به من نشوف عمل هدف تكتيك نعم يعني كل الفريق أربع خمسة لعبين يلعبون وان تتش مسا مستين مسا مستين وان تو ودخلوا للمرمى تقول الله جد ما تعوب على هذا الهدف يعني شغل الجماعة تقول فمرات احنا نبو بهاي الهدف نقول عمل فردي كرة ثابته هدف هدف خلي نطوي المباراة إيران وننتقل إلى المباراة الثانية أنا أخذت لها عنوان طرحتها بالمقدمة تكافؤ في الأداء وانتصار للموروث يعني يعني أنا شفت اليوم التاريخ نعم يعني أنا شفت المنتخب السنقالي اليوم ربما تفوق في بعض اللحظات ولكن بالنتجة السنقال هي السنقال وهولندا هي هولندا يعني اليوم إذا تكلمنا على الفريق السنقالي والفريق الهولندي أول شيء المباراة المتكافئة أنا في لحظة من اللحظات قلت اللي يسجل هو اللي يفوز الفرص ضائعة موجودة لدى الفريقين وكثير من كرات خطرة أجت لكن شو وقت يحدث الخطأ حتى أنا أسجل وأفوز عليك لو أجينا على الفريق خلينا عندنا وكفة مع الفريق السنقالي اليوم مريت أنا على 25 لاعب اللي موجودين في كأس العالم مسجلين حاليا ولا لاعب ملأتهم يلعب بالدولة السنقالية كل هؤلاء يلعبون مع فرق بالدولة الممتاز للكرة الأوروبية يعني يلعب بإنجلترا ويلعب بفرنسا ويلعب بيطاليا ويلعب بألمانيا اللي يتوب وبفرق الصف الأول الأول هي ماكتو درجة ميلونا موناكو ميلان حتى ميلان إذن شوف اليوم هسألو مرين إحنا بعد عندنا وقته هواية من نشوف مثلا فرق آسيا وفرق أفريقيا من تلعب أمام فرق إلها باع طويل بتاريخ كرة القدم مثل الولندا إحنا يعني إحنا إذا تشمح لي إذا تشمح لي وهذه النتيجة يعني ربما تصب في صالح المنتخب الإيراني ويلز أحرزت هدف التعديد خليها متعهد لحسن خليها متعهد إذا أجينا أي فريق أفريق مثلا فرق آسيا من القابل للأقوياء شو سوي أول ما تفكر بالدفاع مضبوط ما أخصر الفرق الأفريقية السينيغالي اليوم مع الطواحين اللي هم مدارس كرة قدم راقية جدا الكرة الهولندي اللي خرجت عمالقة كرة هذا واقع حال أصحاب الكرة الشمولية شاملة الشاملة ليس الشمولة هم ترجعني على السياسة يلا كوبريهنس في فوتبول يلا هذه الكرة وأمام السينيغال دولة الأفريقية واللي أنت تقول لي عدد نفسهم 13 مليون ومساحة نصف مساحة العراق نعم وتحيى اقتصاده يحيى على تشفيف الأسماك والصناعات المهم هذا الفريق من يلعب كرة قدم هو ما خايف من هولندا ولا من تاريخ هولندا يقول لك أنا ألعب وياك نند نند لأنه محترف في أوروبا أنا أعرف ألعب كرة قدم أنت فسرت لتفسير حلو خلينا شوي نرجع على منتخبنا اللي تعادل ويل أكوادور بالفخ الأكوادوري ظلت ببالك اي ظلت ببالي فخوان المنتخب العراقي سولى فتلي أنا قلت إحنا هم أدنا محترفين بالسويت كلهم في أوروبا في السويت بس فسرت للاحتراف في السويت بطريقة مختلفة شوف أنا رح أقول لك إحنا مرات من نروع نغوص بهذا المجال أكو عالم تنتخذنا بالكلام إحنا كل أبنائنا بالمجر هم أبنائنا لكن خل نجي على الدور السويدي عسنا ما نقارنا بالدور العراقي لا خلنا نقارنا مع الدوريات الأوروبية الدور السويدي اللي أبنائنا يلعبون به الدور السويدي لا يمكن أن يرتقي للإنجليزي ولا الإيطالي ولا الفرنسي نعم معظم اللاعبين لاقوياء اللي موجودين بالسويد وين يرحون يلعبون مطلوبين بورا خارج السويد يعني يرحون بنجل ترين يعني إحنا جماعتنا المحترفين تقصد اللي في السويد لا إحنا أبنائنا موجودين أبنائنا يحترفون في الدور السويدي خلاص اللي هو بقية يعني دوري يعني أنا أنا جاءت بالي مقارنة يعني المحترفين السنغاليين يختلفون عنها وهذه الحقيقة اللي رد أوصلها للجمهوران أنا ردت أوصلها بس بدون أخواننا العراقيين بدون تجريح أنا رح أقولكم ذول أولادنا وإحنا ما نقص على اليوم وإحنا نتمنى كل موهب وكروية يجينا مثلا يجينا زيدان أقوال من دور إنجليزي لا على العمادي إذا جاءنا من دور إنجليزي أهلا وسهلا لكن أنا شمحتاجين بعد السنين مستقبلا ربما رح نشاهد هؤلاء اللاعبين اللعبون بدوريات أقوى من الدور السويدي لأنهم أطلوين لكن إيش وقت أنا أقول عامل الزمن أنطيني لاعبين لاعبين بمستوى المحترفين اللي شفتهم بمنتخب السنينغال يمثلون يعني لاعبين عراقيين سيصنعون فارقا في الزونة الذي ننافس فيه في المنطقة التي ننافس فيها تريد صراحة لا توجد ما أقوم ما أعذننا خلف السنينغال هولندي صفر اثنين الأكوادور قطر اثنين صفر كيف ترى وضع المنتخب القطري خاسر من الأكوادور والسنينغال خاسرة من هولندي السنينغال تبقى آمالة قائمة وأعتقد الفريق القطري آمالة صعبة جدا آمالة صعبة ما تسأل فينا على أهداف خلي نشوف هولندي طبعا هذا أدوارد مندي اللي هو حارة شالسي أنا أعتقد يكون تسبب بالهدفين هذا الثاني هاي الإبعاد خلي نشوف الهدف الإبعاد ما يكون إلى داخل الملعب وإنما الكرة يجب أن تكون للجانب يعني تبعد عن اللاعب هذا الأول هذا الأول بالبطي ناقض شوفوا الخروج الخاطئ يعني فرق خطوة بين ما وبين جاكوبي المواجه اللي يسجل الهدف الأول أوكي شوفوا الهدفان يتحمل لا إدوارد مندي حارس المرمو شوف يعني هذا حارس أساسي وتسبب هذا ما تشيلسي حارسي نعم طبعا هو لفترة فترة من الفترات ظل لعب احتياط هذا إذن يعني هذا كودي الخسارة المنتخب الإيراني لا نعلقها بشماعة الحارس لا لا الهدف كانت على كل حال يمكن كان الإبعاد يكون للجانب أكثر حتى ما أقضي فرصة طبعا هذا اللعب الذي سجل داني كلاسين هذا هو بديل دخل بالدقيقة 79 إجمالا بعيدا عن الهدفين والحارس الشلساوي لو صح الإصطلاح بعيدا عن هذا إجمال المباراة يعني قضية الحيازة قضية التزديد على المرمى قضية المحاولات أنا شفت المنتخب السينيغال المتفوق أنا أقول هسألوا شي للغولين وتشوف المباراة أي واحد تجل لك السينيغال فائدة على الأقل ما راح تفوز السينيغال على وغولندا النتيجة الأقرب أنه يطلعون اثنينهم يعني خطيا كلفهم نتيجة المباراة أجتهم فرص حقيقية للتزديد أضعه صعب أنه أو مؤلم أن المنتخب السينيغال يغادر البطولة والله أنا أتمنى يعيدون نفس الإنجاز في زمن المرحوم مدربهم الفرنسي فرنسي اللي مات بالسرطان في دولة الإمارات العربية المتحدة أو شعر الطويل يمكن حقق إنجاز يوم بعد أن أبعد من مجموعتهم الديك الفرنسي يوم يمكن السينيغال راحت الدور الربع النهائي دور الاثماني وطلعت فيه صعوبة إذن أنا يعني أتوقع يعني قلوبنا مع الأشقاء ولكن لا مع الأشقاء القطرين ولكن يعني حرامات إنه المنتخب السينيغالي أيضا بهذا الأداء الرخيم الأداء الكروي أمام طوحن هولندا كما أحببت يعني وتشوفه خارج المونديال من الدور الأول يعني الناس تتحدث يعني بألم عن عدم وجود مثلا مثلا إيطاليا وأعتقد إنه هذا المنتخب إذا يطلع يعني هاي التشكيلة تشكيلة الفريق قيمة نقول أكو فريقين أقوية وفريقين يودعون لكن المجموعة اللي بيها السينيغال وغولندي وليكوادور وقطر أنا أقول الحلقة الأضعفية الفريق القطري أما البقية لا ما تعرف من اليسر لا يعني وتشت نظرك وهي يمكن راح نختلف هنا لا لا مو نختلف بس وتشت نظرك وأنت رجلي أنت شغلتك الطوضة حافظ بس بالنسبة للسينيغال والأكوادور أعتقد المقارنة ظالمة مع أن الأكوادور بالمناسبة يعني حتى الجمهور يصبح عند الصور هي رابع أمريكا طبع جللاتينية يعني البرازيل الارجنتين الارجنتين يمكن كولومبيا ولا يرأي لا كولومبيا لا لا البرازيل الارجنتين الأورغوي الأورغوي يعني فوقوا على بيرو وعلى تشيلي وعلى البارغوار بيرو لعبهم ومبارا فاصلة بالنتيجة هم قبلهم ومع ذلك في ضوء ما قدموه بالفخ العراقي بالتعادل والذي يعني دفع ثمنه المنتخب القطري أعتقد أن هذا الفريق يعني بوجود الشنقال لن يمر إلى الدول طبعا البارحة أنت ما طول جفرطاري الفخ العراقي كثير من الأخوة أكو لقطات فيديو يمكن يقولون سبب خسارة الفريق القطري هو المنتخب العراقي يعني تعليقات تعليقات وهي محترمة يمكن بعضها يعني يعني ربما من باب المزاح أو كذا ولكن أنا يعني أجد وقرأ والله يعني حتى في يعني في يوم التعادل أنا قلت هذا من المنتخب الأكوادوري رابع أمريكا اللاتينة وأنا كنت أعرف أنه مباراة الافتتاح مع المنتخب القطري وحدث ما حدث المجموعة هذه يعني حتى للتوثيق يعني للتوثيق هولندا تمضي والسينيقال تمضي ممكن مع فوز الأكوادور بالمناسبة هذا رأيك هم انتفقنا أنا وياك بس يمكن يمكن هو الفوز ما للفوز ما للفوز الفوز مالتكم عفوا الفوز ما للأكوادور خلاك مثلا تنطي دفع لل لا أنا شفت الفريق الأكوادوري في مباراة الودية مع قطر أربعة ثلاثة للمدرب نفسه ولا مجموعة اللاعبين نفسهم يعني من إجا هذا المدرب غير الكثير من شكل الفريق من إداء الفريق تدري إداء الفريق بدني إلى بعد الحدود مهاري إلى بعد الحدود وتكتيك من أروع حتى داهم الوقت تسمح لي أستاذ خلاف خلينا ننتقل إلى قراءة حضوض أو مباريات المجموعة الثالثة التي ستنطلق غدا بمباراة المنتخب السعودي الشقيق أمام نظيره الأرجنتيني بتقرير أعده لنا الإحصائي المدرب الكروي المعروف عبد الأمير ناجي السلام عليكم أهلاً وسهلاً بكم ومجموعة الثالثة وحديث عن كأس العالم مجموعة الثالثة هي التي تضم الأرجنتين السعودية المكسيك وبولندا أرجنتين أمريكا الجنوبية السعودية تمثل قارة آسيا والمكسيك أمريكا الجنوبية وبولندا تمثل أوروبا فبالأعتقد هذه في القرعة فريقين من أمريكا الجنوبية إذا تكلمنا عن هذه المجموعة الأربع فرق نبدأ بالأرجنتين باعتبارها التصنيف الأول رقم واحد فيهم الأرجنتين اسم كبير وتاريخ يعني عريق أيضاً يكفي أنه تذكر مارادونا ومسي كارتين أنه تتكلم على الأرجنتين لكن يبقى الأرجنتين أنه فريق له تاريخ لعب المونديال لعبت في المونديال عام 1978 أحرزت الألقاب يعني لقاب المونديال 78 86 أي المشاركتين لكن من أصل 16 مرة تأهلت فيها هي للنهايات في التصفيات في كوبا أمريكا أيضاً 14 مرة شاركت فيها مشاركات الأرجنتين كثيرة في كل بطولة وقد جمهور كبير وبالتالي فعنده 70 مباراة بالمجموع الكلي من كل مبارايات كأس العالم عده 240 فوز مقابل 21 خسارة و14 تعادل يعني له 131 هدف عليه 84 هذه الأرقام إذا تأخذ اللهوة عليه يعني دليل أنه هناك عده نسبة كبيرة أكثر من 35 هدف زيادة والتالي الفوز عده 42 مقابل 21 يعني ضعف مبارايات الفوز دليل على قوة ومتانة وجودة لعب المنتخب الأرجنتين الأرجنتين اسم كبير مثل ما تكلمنا بأسماء بتاريخه بنجومه المدرب الحالي اسكالوني وبالتالي اسكالوني هو لاعب أرجنتيني سابق مدرب شاب يكفي أنه يملك لاعبين من طراز ميسي مارتينيز مارتينيز أوتامندي غوميز كوريا دي ماريا اسماء كبيرة يعني الفرق الكبيرة في أوروبا في العالم هي ما يمثلوها الأغلب اللاعبين الأرجنتينيين باريسان جيرمن وانشستر سلتابيغو يوبي أشبيلية تاتيكو مدريل وبرفيكا فالفريق الأرجنتيني هو المرشح الساخن في هذه المجموعة وأيضاً أحد الفرق المرشحة لنيل اللقد إذا انتقلنا للفريق الثاني الفريق العربي السعودي ممثل آسيا أحد أبطال آسيا الكبار فريق أمل العرب وفريق يعني يمثل نوعية جيدة من اللاعبين والتطور اللي حصل في المنطقة هو خير دليل عليه بطل آسيا ثلاث مرات الفريق السعودي يعني من 1996 1998 1984 1984 مشاركاته في كأس العالم بدت الفريق السعودي يعني كنا قريبين على التطور اللي حصل في الكرة في السعودية منذ عام 1994 1998 2026 2002 2018 مشاركة يعني هذه المشاركة رقم 6 للفريق السعودي في كأس العالم عندك كأس القارات شارك أربع مرات ومثلا لآسيا أمام آسيا شارك عشر مرات الفريق السعودي أسماء كبيرة وكنا بدنا نعرفهم ونحفظهم حتى هناك مشاهدي تابعوا الدور السعودي المدرب هيربي ريناد فرنسي اللي كل يتذكره يعني لاعبين أصبحوا معروفين عندنا في العراق وفي المنطقة هم اللاعبين السعوديين وبالتالي هم أغلبهم من الدور السعودي لاعبين يمثلون نادي النصر والأهلي والهلال والتعاون اليامي حارس المرمى المعروف بالإضافة لعب الإله العمري وعلي مجرش وياسر الشهراني ومحمد القحطاني وسلمان الفرد وصالح الشهري وسالم الدوسري وسليمان هالزازي والقائمة طويلة فالفريق السعودي اعتقد فريق مهم جدا في هذه المجموعة وفريق سيكون له بصمة واضحة كما كانت له في المباريات السابقة إذا انتقلنا للفريق الثالث في المجموعة المكسيك 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 أمريكا الجنوبية فريق أيضا عريق فريق للتاريخ ومعروف في بطولات كأس العالم وسبق أن العراق لعب في كأس العالم في المكسيك وتتواجه مع المكسيك وكتخسر نواة الصفر في 1986 المهم الفريق المكسيكي من الفرق التي دائما تشارك في القارات في بطولة الكونكاف في أمريكا الجنوبية عند مرة واحدة يعني أحراج القارات ومشاركاتها في كأس العالم خمس مرات للنهائيات وصل من هذه المشاركات الخمسة بالإضافة للقارات عندها 53 مباراة شارك فيها في البطولات الأغلب اللي لعبهم في كأس العالم عندها 14 فوز 14 تعادل و25 خسارة يعني مجرد أنه 25 خسارة دليل على أنه قدرة وقابلية الفريق المكسيكي يعني دائما في الخطة الصنف الثاني والثالث له 57 عليه 92 هدف أيضا هذا الدليل واضح على ضعف الدفاعات ودائما نسبة التسجيل على تماقل فإمكانيات الفريق المكسيكي واضحة قياسا لدول المجاورة في قارة أمريكا الجنوبية كالأرجنتينو وبرازيل وشيلي والأورقواي المدرب مارتينو الأرجنتيني الذي سبقه ومدرب برسلونة والكل ذكرت الجمهور الرياضي فريق المكسيكي يملك لاعبين جيدين ولاعبين ممكانيات يعني يدخلون في الدوريات الأوروبية الكبيرة في ليونس في رديني وإياكس ونابولي وأشبيليا وكل يعرف خصوص كورونا و لوزانو والفاريز ورودريغور تياغو وكوتو أسماء كثيرة في الدوريات معروفة متابعة لكن الأغلبية لا يدربينهم هم لاعبين من الفريق المكسيكي إذن الفريق المكسيكي هو الفريق الثالث في هذه المجموعة إذا انتقلنا الفريق الرابع في المجموعة فهو الفريق البولندي فريق البولندي أيضا فريق سبق ونمثل يعني وشارك في بطولات كبيرة مثل كأس العالم عنده سبع مشاركات في كأس العالم عندما تتذكر بولندا الكبار بالاسم يتذكرون بولندا في السبعينات والثمانيات كانت اسم كبير وصلت نهائي أوروبا ونهائي كأس العالم دور الأربعة وسبعين سبع مشاركات عدتها في كأس العالم أهمها مشاركة في كأس العالم أحراد المنقذ الثالث الكل يتذكر أم لاتو اللاعب الكبير شارماخ هذا اسمها معروفة على مستوى الدوري وعلى مستوى البطولات في أوروبا في كأس العالم عنده 31 مباراة الفريق البولندي عنده 15 فولز ودعش خسارة خمسة عابد يعني 15 فولز ودعش خسارة أيضا الرقم جيد وقال يطيقه فريق دائما حافز وإمكاني أنه فريق دائما يستطيع أن يتجاوز المراحل الأولى يصل له أمم أوروبا شارك ثلاث مرات لكن لا يوجد عدة علاقة في هذه البطولة المدرب سلاو ماشين بولندي أيضا البولندي أيضا مشهورين في الدوريات الأوروبية الكبيرة ساوت هامتن داينومو كيف سامدادوريا شتوتقارت فوستونفلا وروما فيورنتينا ويوفنتس وبرسلونة الرقم رقم واحد حاليا باللاعب البولنديين هو ليفان دوفيسكي اللي كلتا عرفه لاعب برسلونة ولاعب بايرين السابق ولاعب المنتخب البولندي وزيلينيسكي في روما وكامينيك شتوتقارت وبيريزينكي في سامدادوريا وتوماز في داينمو كيف وباندي دم نارك ساوت هامتن يعني تعرف الأسماء في البولندية أسماء رنانا وأسماء كبيرة اليوم أصبحت انتقلنا المواجهات المباشرة بين الفريقين في كل هذه المجموعة الأربع فرق فرح يكون عندنا اللقاء الأول في هذه المجموعة الدور الأول أرجنتين سعودية بولندا مكسيك أرجنتين سعودية سعودية البلد العربي البلد المجاور لقطر أيضا يعتبر ملاعب القطرية والجمهور العربي رح يكون إلى سند فأرضى وجمهوره إن شاء الله تمنى الفوز الموفقية بلد عربي مواجهة فريق الأرجنتيني فريق كبير بنجومه وأسماءه وبالتالي وجود ميسي في هذه المباراة هو بحث ذاته مواجهة صعبة للسعوديين إذن المباراة صعبة هناك أرجحية وأفضلية واضحة للفريق الأرجنتيني على مستوى اللاعبين على مستوى جودة اللاعبين على مستوى تاريخهم في البطولة لكن يبقى الفريق السعودي فريق كبير في ألقابه وفي منافساته وفي تحضيراته وإن شاء الله يكون فريق منافس قوي للأرجنتين اللقاء الثاني بولندا والمكسيك أيضا هناك تنافس بين الفريقين لكن تبقى أيضا فريق البولندي فريق عريق وفريق يملك لاعبين كبار على مستوى الدوريات العالمية حاليا في جاهزيات متامة في هذه المواسم الأخيرة أكثر وأفضلية فيها نسبية على اللاعبين فريق المكسيك هناك أفضلية واضحة لفريق البولندي على حساب الفريق المكسيكي لكن أيضا أكرر مرة ثانية أقول مواجهات في الدور الأول المواجهة الأولى لكل فريق تكون صعبة هناك حسابات معقدة راح تكون عن طبيق التقلم ومواجهة الفريق بالتحليل والدراية الأولية وبالتالي القراءات راح تكون صعب التكهم بها والتوقع الآن انتهينا من مباريات المجموعة الثالثة فإن شاء الله نتظرونا في المجموعة الرابعة شكرا للزميل عبد الأمير ناجي بالمناسبة للتفكير أمريكا ويلز واحد واحد وهذا يمنح المنتخب الإيراني فرصة للعودة للمنافسة على البطاقة الثانية في المجموعة خلف في عجالة في أقل من ثلاثين ثانية غدا الأرجنتين السعودية الفريق الأرجنتيني هو الأرجح تاريخيا نتمنى أن السعودية تقدمشي المكسيك بولندا المكسيك هو اللي ممكن أن يفوز بالمباراة المجموعة الدي الدنمارك تونس هذه المباراة ربما أتروح إلى جانب الدنمارك لكن التونس فريق قادر على عرقلة الفريق الدنماركي فرنسا استراليا فرنسا فوز ربما أكيد أشكرك خلف أشكر الزملاء خلف الكاميرات أشكر ساعدني في إعداد هذه الحلقة وجميع حلقات المونديال الزميلان العزيزان اللاوي أحمد ومازن السريع دمتم بألف خير ألتقيكم غدا في اليوم الثالث من أيام المونديال عبر فضائية الأيام شكرا شكرا